حلوة بيروت موسيو يازجي من مواليد الادقية نعم حابين نعرف وين درست الفنون درست فنون بجامعة دمشق كليد الفنون الجميلة تخرجت 88 ومن وقت تخرجت وانا عم بشتغل فن بس وكأنه بتركز اكتر على الناحت اكتر من فن الرسم حقيقة انا بشتغل كتير مواد مختلفة دايما بعمل تجريب بين الناحت والرسم والنحت الجداري بشتغل سيراميك فحب تنوع كتير بالمواد طبعي هاي من اول ما بلشت شغلي وانا عم جرب اكتشاف هاي العوالم الصغيرة طبع شخصياتي اللي بشتغلها وهي بتساعدني كتير لشوف المواد بتساعد كتير بالتغيير وكأنه عندك فلسفة خاصة باهمية المواد وكأنه كل مادة بتستعملها هي تعبير عن فكرة عن موضوع عن فلسفة معينة هلا بالشغل الاخير طبعي في شي بيشباه هيدا الحكيم بس قبل دايما عم جرب اكتشف دايما فيه الفنان بيشتغل على كاركتر بالشخصية بالشخصية بتساعد كتير والمادة بتترجع لشي مختلف تقنيا بتكملها كتير فهي القصة دايما كنت عم بشتغل عليها بالمواد طبعي وعم جرب هلا فكرة الفلسفة هي اكيد كل البحث له معنى بس بحسها شوي بده وقت اكتر وبده بحس اكتر يعني بظل الواحد فكرة تجريب هو الاساس لتقدمي شي جديد دايما عم بصير فيه هيك نهضة تشكيلية بسوريا ايه من فترة طويلة يعني فيه فنانين رواد كتير مهمين بسوريا بيشتغلوا كتير فن منيح بيشتغلوا فن للفن فعلا بيشتغلوا لا يلاقوا حالهم بيشتغلوا لا يكتشفوا عالم البلد بتعرفي كل كل اعمال فني هو بيشبه البلد بيشبه شخصيطة بيشبه ضوة بيشبه عوالمة فيه فنانين سوريين من زمان بيشتغلوا فن هلا فيه مهضة الى فترة منيحة فيه ناس عم تشتغل بيه او صار ضوء اكتر عليها وصار اخذت عم تاخد فرصة اكتر نحن رح نضل بجو الفن التشكيلي ورح نعرفك على سينة نهرة فنانة تشكيلية من لبنان مستقبلها سوا